اشتركوا في القناة طيب أهمية الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة ده موضوع مهم جدا وطبعا كل السيدة ايهو اول ما بتعرف ان هي حامل طبعا تبقى مبسوطة وبتبقى كل فرحة جمدة جدا وكل حاجة بس بيبقى عندها دايما نخوف لاخيلي كده وقلق لكن مع التقدم في التكنولوجي دلوقتي بقى عندنا امكانية ان احنا نقدر نكشف مبكر عن بعض التشوهات اللي ممكن تصيبها جنين طيب ايه اسباب التشوهات أصلا معظم الاوقات بتبقى طفره جينية يعني حق بكروموزوم الأبنورمالتي ممكن يبقى في بعض السيدات مثلا خدوا ادوية معينة تسبب بعض التشوهات بس معظم الوقت بتبقى جز طفره جينية بس طيب ليه علاقة بقى بجواز القرائب يعني؟ طبعا جواز القرائب بيزود الموضوع يعني لو عندهم جين هما الكنين الجين دوت خامل مش ظاهر عندهم وهم الكنين عندهم نفس الجين بالصدفة ممكن جدا يزود فرص ان يكون البيبي الدول عندهم نوع من التشوهات تمام يعني ممكن يتطلقهم لا لا خلينا صور حواطين مع ناس عسان يعني دلوقتي جملك اثنين قفل قرائب وولاد خالة بقى ولاد عامة وانت عارف ده هتاخدي ابن خالتك ومكتوب لك من زمان وإحنا قريم فتحة مع عمه من منتي بتتولدي الكلام ده بيحصل هو عشان كده أنا دايما بقول مهم جدا الكشف مقبل الجواس حصله كشف طلع فيه تضارب في الموضوع عياد معيها اليمين هو وقف في العيادة اقول حيعمل ايه طيب يستحب انهم يعملوا التحيل ده قبل ما يتجوزوا يعني معهم اكيد قبل ما يتجوزوا يعملوه طبعا ويكونوا يعني بهتبهدار لان فيه ناس ما بتعملوش فيه ناس بيتجوزوا قرايب وبعد كده مثلا يبع عندها كل شوية يحصل اجهاد متكرر او اي حاجة بتيتشك بقى في الموضوع ممكن تعمل تحيل وراسة تكتشف ان فيه خير الجيني موجودة عندها ويه عند جزء طيب ايه بقى همية الصنار الرباعي في الموضوع ده كله اوكي احنا لو حدنا ناخدهم كده خطوات تمام لو حد السيدة حامل ودنيا طبيعية ما عندهاش اي مشاكل صحية ما بتخددش اي ادوية ولا اي حاجة منطمنها جدا الناسة بتشهدي قليلة جدا جدا ولكن احنا عندنا دلوقتي بالتكنولوجيا الحديثة كذا طريقة ان احنا نقدر نقدر يبقى فيه كشف مبكر عن التشوهات في حاجة جديدة لسه ظهرة ما بقى لهاش سنتين تلاتة ده عبارة عن تحليل في الدم ممكن السيدة الحامل تعمل تحليل في الدم في الاسبوع التامن من الحمل يعني عاد شهرين بالضبط من الحمل تقدر تعرف ان البيبي ده نسبة 98% لو فيه اي تشوهات ولا لا فعلا من الدم؟ تقدر بالدم عينة من الدم تقدر تعرف لو البيبي ده فيه تشوه ولا لا تقدر تعرف نوع الجنين دوت هل هو ذكر او انسة تقدر تعرف بيانات كتيرة جدا عن البيبي ده عينة بسيطة جدا من الدم دي اول حاجة بس طبعا دي مش منعرضها لكل الناس هي مكلفة طبعا دي منعرضها للناس اللي هما مسلا سيدة فولر بعين سنة كان عندها قبل كده بيبيز كان عندهم فيه مشكلة كانت اخدت ادوية او اتعرضت لنوع من الاشعاع او اي حاجة وقعدها لأجامل جدا اه دي بقى طبعا القانة انه ممكن يكون فيه تشاوه فساعتها ممكن نعرض عليها التحليل دوت بس زي ما قلت مش لكل الناس طب لو في واحدة تعرضت لاشعاع ممكن ما تخلفش اصلا لا ده لازم يكون نسب عالية جدا لدرجة ان هي تقط يعني تنهي مخزونة تبويض بتاعها دي طبعا حاجة نادرة جدا ان هي لازم بيبقى اشعاع مكسف لمنطقة المبيضة فيه واحدة صاحبتي جدا عزيزة علي ربنا يرحم مامتها يا رب بس كانت مامتها عندها كانسر وكانت بتقف معيها كتير وهي بتاخد الاشعاع البنت بعد كده تجوزت وراحت علشان تكشف على البيبي او الكلام ده لقيت ان هي تعرضت نسبة اشعاع عالية جدا فلو هي هتيجي تخلف هطلع الجنين مشوهة فيه حل بقى للموضوع ده ولا هتفضل كده لا 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 يعني عشان هي تاخد نسبة اشعاع ده لازم تاخد نسبة اشعاع مكسف جدا هي خدف مع مامتها الله يلحمه صعب او ان هي تتعرض معاها في نفس الوقت لحاجة صعبة جدا واحنا الاي سيدة لها حوالي خمسة رادز من الاشعاع طول فقطة الحمل دي لا تسبب اي نوع من تشوهات في الجنين لازم تبقى نسبة عالية جدا عشان تسبب تشوهات وبرضه مش مش شرط يعني مش شرط كله اي واحدة تعرضت دخلت جهاز الامر اي او خدت او تعرضت الاكس ري ان البيبي لا هيتطلع مشوه عشان نطمن الناس في واحدة تقول لك احسنا عملت كنت عالدكتور السنان فعمل لي اشعاع على الفكي فانا خايف هيكون نعمل حاجة للبيبي معظم احيان تبقى نسبة الاشعاع قولية جدا خصوصا كمان لازم نقدر يعني نحط واضح ان هي لو تعرضت الاشعاع ده فاول ثلاث شهور ان هي دي فترة الورجانوجانسيز او دي فترة التكوين ده فترة حساسة جدا فده لا فلازم نعرف هي بظلط اتعرضت لكمية قد ايه والفترة اللي هي اتعرضت لها قد ايه ونحاول نحن نكشف مبكر عن طريق بقى الصنارات المختلفة فيها علاج يعني اه مش كل حالات لها علاجة مش كل حالات لها علاجة ده مهم جدا علشان بيدينا اه علشان بيدينا نسبة سبعين لثمانين في المية لو البيبي ده طفل داون اه او طفل منغلي وده لأ ده مهم جدا السنة بتأثر في الموضوع عند السنة بتشوير السنة مش بالحاجات المؤسرة بشكل مباشر ولكن لو عملت سكر يعني لو السيدة دي عندها سكر ممكن يكون في مشاكل في النخاع الشوكي بتاع الجنين في حاجة اسمها سكرال اجاناسيز بتزيد شوية مع مرضى السكر عشان كده حتى السئلات اللي عندهم سكر دايما من نصحهم انه هم لما يبقوا عايزين يحملوا يتحاول انها تعمل تحييل السكر التراكومي وتتأكد ان الشجر كنترول بتاحها بقى له تلات شهور على اقل كويس قبل ما تحمل لان الحمل في حد ذاته بيلغبط السكر بتاحها فلازم تبقى السكر بتاحها مزوط بيجاتي ناس بيجيلها سكر مؤقت فيه ناس بيجيلهم حاجة اسمها جستيشنال ديابيتس او سكر حمل في الفترة دايما بتحصل في الشهر السابع او الشهر الثامن اه اختيجت ده بنقدر نحنا لازم عشان كده لازم نعمل تحليل كتير او فترة الحمل عشان نتأكد ان هي عندها مش كده دا لا في حاجة اسمها منحنة السكر بنقدر نحنا نشوف السكر الصايم وبعد اكي بتاخد شهر الجلوكوز وبعد نشوف نسبة السكر بتاعتها بعد الساعة وبعد الساعتين عشان نشوف لو هي عندها تندنسي او عندها عرضة ان هي يجيب لها سكر ولا لا بعد موضوع الشفافية الكافوية اللي قلنا عليه من اسبوع الحداشر لتلتاشر عندنا صنار رباعي الابعاد صنار رباعي الابعاد ده بتعامل في حوالي اسبوع الاثنين وعشرين يعني تقريبا نص الشهر الخامس ده بنقدر نكشف بيه عن وجه الجنين بنقدر طبعا السيدة تنبسط نتشوف البيبي بتاحها بس مشوف الوش علشان بس ننبسط بيه دي حاجة كويشة وكل حاجة بنتأكد لو فيه شفة ارنبية ولا لا نتأكد لو عنده مشاكل فيه الانف نتأكد لو فيه اي مشاكل فيه الوجه ممكن تنمع عن تشوهات تانية في الجنين يعني الوجه ده مراية الجسم طبعا بعد كده بنشوف الاطفال بنشوف الاطفال بنشوف الاطفال مفيش حاجة ندر نعملها لان ممكن بقى بعد الولادة بيبقى فيه دكتور تجميل جراحة تجميلية المتخصص في الاطفال بيقدر ان هو يقدر يقدر ان هو يصلح ويعالج كل التشوهات دي بنقدر نكشف عن الاطفال من هو بيبي؟ من هو بيبي علشان الموضوع يبقى اسهل طبعا بنقدر نكشف على الاطراف بتاعة الجنين بنقدر نبص على القلب بنبص على الكليتين بنبص على الامعاء بنبص على السال الامنوسي المحيط بالبي بنبص على المشيما نتأكد ان هي غير منتصقة نتأكد ان كمية تدفق الدم اللي وصل الجنين عن طريق الدكتور كويس بنعمل كشف كامل للبيبي كشف هيئة للبيبي قبل ما يتولد وعلى فكرة الموضوع ده مهم جدا في ناس تيرا يقولك طبعا انا اكتشفت ان هو عنده مشكلة هتعمل ايه؟ في بعض الاحاليات مفيش حاجة تتعمل حقيقة بس في بعض الحاليات بتفيد جدا ان انت تعمل الكشف ده يعني المرة كان عندي حالة كان البيبي بتاعها عنده كلية شغالة كويس والكلية تانية مش شغالة كويس وكان فيها نعم الانسداد احنا عرفنا الموضوع ده وتابعناه طول فطة الحمل بعد كده السيدة دي كان عندها نسبة خمسين في المية ان الممكن الموضوع ده يتحسن تلقائيا بعد الولادة ما تحسنش فاضطرينا ان احنا البيبي ده لجأنا لدكتور مسالك وعمله اجرى للبيبي ده العملية والحمد الله البيبي بقى زي الفل وانتظنا الكليا دي تخيالي بقى لو احنا مكناش عارفين الموضوع ده بالصنار وبقى الابعاد البيبي ده كانت ولد عادي خالص ببقى فيه تباول طبيعي عشان فيه كليا شغالة امت بقت بين المشكلة؟ لما البيبي ده عنده عشرة او اتناشر سنة الكليا دي تبقى تدمرت تماما خلاص يبدأ العيش بكليا واحدة بالضبط كده فاحنا بالكشف المبكر في فترة الحمل في الاسبوع 21 انا عملت كشف هيئة للبيبي عرفت ان هو فيه المشكلة دي فقدرت ان انا اصلحها بعد الولادة بوسطة الجراحة المسالك وقدرنا ان احنا ننقذ الكليا بتاعت البيبي ده فدي حاجة مهمة جدا الكشف المبكر ليه فوائد كيرة لا مهمة جدا طيب دكتور ليه بقى ان نسمع عن موضوع التشوهات ده دلوقتي غير زمان؟ طبعا كدر يعني عيب التكنولوجي ان هي بتعرفك حاجات انك كنتش بتعرفها قبل كده يعني دلاتي عندنا وسائل تشخيصية ادقب كتير من زمان فبقى لنا بنشخص بدري تاني حاجة برضو ودي حاجة يعني فيه احصايات كتير قوي بيانتها نسبة التلوث زادت ونسبة المخلفات من المصانع ونسبة الراديو اكتف ماتيريا للحاجات المشعة كل الحاجات دي بتزود نسب الاصابة بالتشوهات بتزود نسب ان السيدات كتير قوي بيجي لهم اجهاد متكرر تيجي تحمل شواء اسبوع اسبوعين وبيبي ينزل تيجي تحمل اسبوعين تلاتة وبيبي ينزل ده اي ده؟ ده حاجة اسمها السيدة تقعد تجهد كتير جدا وفي حمل بتاعها ما يكملش كل الحاجات دي زادت قوي بعد ما بقى فيه اندستراليزاشن او بقى فيه كمية التلوثات عالية جدا ولقوا ان الناس اللي عايشين جنب المصانع يبقوا عرضة اكتر للتشوهات يعني فيه بلاد معينة لقوا ان البيبي ساعيهم مشوهين اكتر من بلاد اخرى ولقوا ان ما يميز مش هيميز يعني ما يفصل ده او يشرح ده ان هما ساكنين جنب مصانع فطبعا التلوث من الحاجات اللي هي تأثير جامل قوي جواز القرائب من الحاجات اللي بتزود قوي الادوية فيه بعض الادوية مثلا فيه دواء بسيط جدا فيه سلاك كتير قوي بتاخده عشان حب الشباب مثلا وما تعرفش مخاطر؟ اه فيه دواء معين فيه من فيتامين اي لو السيدة خاليته مش هفوه تحمل قبل ثلاث او ستة شهور من ان هي توقفه تماما لان ده بيعمل تشوهات في الجنين ففيه بعض الحاجات بسيطة جدا للناس ما بتاخدش بالها منها وفيه حاجات بسيطة قوية ممكن تعملها تقلل جدا بالتشوهات زي حمد الفوليك ده بيقلل نسب تشوهات النخاع الشوكي بتاع الجنين لازم حمد الفوليك حتى قبل ما تجاوز يعني خلاص هي نوية تتجاوز قبل ما حتى ما تتجاوز بثلاث شهور لازم تاخد حمد الفوليك لأن ده بيقلل نسب تشوكي بتاع الجنين الأكلات مثلا فيه السيدات بيقولك احنا فيه أكل معين ممكن يزود نسب التشوهات احنا دايما نحاول نقلل من الأكل اللي فيه الزيبق أو اللد لأن الزيبق مثلا موجود في السوشي وفي المكرال وفي السلم لا مش هتأكل الحاجات دي طبعا مش هيعمل تشوه ولكن في الربورتد أن انت لو خدت كميات كبيرة قوي من الزيبق فطت الحم ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي بتاع الجنين عمتا كل ست في البيت دلوقتي بتشوفنا خد يبالك من أي حاجة قالها دكتور عمر حاولي تعملي تشك دايما وانت حامل وقبل الحمل تعملي تحاليل علشان تطميني تتأكدي مرشي دكتور عمر ربنا يخليك بتنواني دايما ومسوطة بعرف منك معلومات حالوة ربنا يخليك مرسي يا شفتك مرسي يا شفتك مرسي يا شفتك على خير حبا حنطلع فصل ونركي عليكم بسرعة جدا مرسي يا شفتك